السلام عليكم لكاته ومقطع جديد من لعبة وان بيس باون تي رش والنهاردة اتفاجئت لما اليوم الجديد بدأ وكذا فقالوا ان هما يعدوه على بعض الشخصيات المهم اهم شخصية من الشخصيات اللي هما يعدوه عليها اللي هو اخيرا روجر هيتعدل عليه هنتفاجئ ان هما حتى هيبدوه بيعدوه على روجر حتى قبل ما يعدوه على اودن بس طبعا عشان روجر عليه طلب طبعا اكتر من اودن بكتير فبالاضافة برضو الى ان انت لو لاحظته لوتشي وطبعا رجع روجر بشكل جزئي بس روجر مش عارف يرجع عشان عنده بعض المشاكل كده محتاجة تتحل فهو مضادل لوتشي بس مش عارف في باليه ما كان في المتا فاتعدل ونزله طبعا سكين انا كنت عامل فيديو على فكرة تكلم عن ان روجر احتمال كبير يتعدل عليه عشان نزله سكين وكده زي طبعا ما حصل مع البيج مام وبرضو كنت عملت فيديو ساعتها عن الموضوع دوان فالمهم يعني ان هو هيتم التعديل عليها فنتكلم بقى في المكتب التالي النهاردة عن التعديلات اللي هتحصل على جولدي روجر اخيرا لان شفت التعديلات كده لمحتها ولاحظت ان هي تعديلات محترمة تعديلات هتخلي الشخصية يا الشخصية اريدي اوبي فتخيل بالتعديلات ديان هتاكل المتا بقى انا كنت دايما بقولها روجر اوبي لو اتعدل عليه هياكل المتا هياخد كده مكان اللي سريماتي الجدلة بتنزل هياخد مكان هم بقى تمام خصوان زيان فخلونا نشوف التعديلات هنا مع بعض اول تعديل طبعا اللي هو يبقى عن نورمال اتاكس ان هو بيخلى النورمال اتاكس اسرع واكثر فعالية وكده بالاضافة لان الضربة الاولى من نورمال اتاكس هيخليك المسافة بتاعتها المدى بتاع التأسير بتاعها اعلى والضربة التالتة نفس الكلام وده حاجة كويسة جدا على فكرة نيجي بقى السكيلات اول حاجة طبعا اهم وهي نقطة قوة روجر اللي هي كامساري كامساري يبقى يتعدل عليها ازاي اول حاجة انه الفايز استجل في سيبريد في تايم وزي تشينجين تو بيكم تيمبرالي انفينسبول افتاريوز يعني السكيل هتبقى انفينسبول او ماي جود دي حاجة جامدة قوي الكامساري هتبقى ايه هتبقى سكيل انفينسبول تمام بالاضافة الى انكريز التاك رينج دي برضو تفرق بشكل كبير قوي مدى الضربة هيبقى اكبر طبعا يعني هو المدى على فكرة بتاعها مش قليل بس المدى هيبقى اكبر كمان ده هيبقى هيخلي فعالية الضربة اعلى تمام بالاضافة الى يعني لما يجوا يترموا بعد لما ياخدوا الضربة يعني هيترموا لمسافة اعلى ما界ه اعلى فهماني طيب اعتقد انه قصدو هنا يعني ايه ان هو هيخلي يعني ايه خلي اللي اصل الله تمام بالاضافة الى اللي همنا برضو chess انا كسب المهم ان هتبقى هتبقى تعمل نوباك تمام بالاضافة الى ان بقى الاهم بقى ان هي هتبقى بتتخطى الحواجز زي بتاعت الليزر بتاعت كده هتعرف ان انت بالكمسري تتخطى الحواجز زي برضو الكامسر بتاعت روجر بس جديد تمام الموضوع لأ يعني بجد الكامسري حصل عليها تعديل محترم كده كده طبعا يعني الكامسري مبترجعش بفترة طويلة تسعة عشرين ثانية كويسة ككل داون بالاضافة الى ان انت لما بتجيب كلات يعني بترجع بنسبة تاتين في المية فهي مش محتاجة ان الكول داون بتاع ايه الا اكتر مكاب صراحة في عناه كون ان هما ما عدلوش الكول داون دي حاجة مقبولة انما بقى السكيل التانية لو لاحظنا عدلو الكول داون بتاعها بدل مكان اربعة واربعين ثانية خلو الكول داون تمانية وتعاتين ثانية وبالتالي تعرف ان انت تعمل سكيل تو اسرع وده حاجة كويسة جدا تمام بالاضافة الى انه هما زودوا مجال الضربة وعلى فكرة دا حاجة كويسة قوي لانه ايصعب اللي قدامك انه هيخرج من مجال الضربة يعني في كتير بيشوفوا الضربة بتاعتك بتعملها فيه اللي مسلا بيدربك وطبعا لما ادربك الدامج بيزيد على الدامج اللي هو بياخده الا لو عاملك ايه الا لو عاملك نوباك وكده تمام ففيه اللي بيبعد اللي بيبعد ده بقى اصعب عاديه في كل وقت ان هو هتجنب الضربة لان ايه لان طبعا مش عامل بيرفكتورجي لان ايه لان مدى الضربة هيزيد طيب نيجي بقى للاهمة بقى اللي هو ايه اللي هو التريتات طبعا الاسكيلات مهمة كل حاجة بس انا اصلي يعني التريتات هي بقى اللي فيها كلام بقى وكده تمام طيب اول حاجة بيقول لك لما بتاعك بقى خمسين في المية او اكتر فانتا بتشيل او ما بتأسرش بالتأسيرات تمام اللي هي ايه يعني اللي بتشلك بالاخر كده او اللي بتعيط الحركة بتاعتك زي مسلا بتاع او مثلا زي التأسير بتاع او الزلزال بتاع ايه بتاع ويجي ده مسلا بيشلك زي مسلا بتاع ايه بتاع الكهرباء ده برضو بيشلك وهكزا اي بيعمل او ده ما عادش هقصر ايه بتاعك طبما انت اللي بتاعك اعلى من خمسين في المية تمام طيب دي انا مضافة جديد يعني مش حاجة موجودة قبل كده وتعدلت ايه بقى اللي اتعدل تمام او هي كانت قبل كده اتعدلت ازاي بقى كانت قبل كده لما انت بتعمل انت متأسرش بالستان انت كروجر عندك صفة كده ان انت متأسرش بالستان فكل لما انت بتعمل يعني ما لقدامك يعمل لايك تأسير الاستان وانت تشيله على طول طبعا ما تأسرش به انت كنت تتعمل بف للدفاع بتاعك بنسبة سبعين في المية تمام لمدة عشر ثواني دلوقتي اتغيرت بقى لما تعمل او يعني لما تشيل اي تأسير من التأسيرات زي ما قلنا ان هو بقى بيشيل التأسيرات مثل او اللي هو الشعر له كده فانت ساعتها بتعمل بف للدفاع بنسبة سبعين في المية وعلى فاكرة ده كويس جدا لان ده هيصعب ان انت ايه ان انت ايه اللي تشيله بتاعك اقل من خمسين في المية وده اللي انا كنت مستنيه بقى وده اللي انا كنت مستنيه بقى ان هم يعني يحسنوا من الخصاص الدفاعات بتاعته وكان محتاج الموضوع ده جامد ان يتم التحسين من الخصاص الدفاعات بتاعته فهم ده ده مسلا تحسين كبير جدا من ناحية الخصاص الدفاعي تمام طيب الاسكيل برضو اللي اتعدلت بقى انتوا عارفين ده اللي انا كنفسي انها تحصل يعني ده اقل من يعني ممكن تكون ده ممكن يكون اكتر تعديل بصراحة بعد ان هم متأسرش بالتأسلات ان كنت محتاج كنت عايزه ان هو يحصل على ده روجر ان ما يبلعش نوباك لان حد يجي يعني هبتها قلت قوي تعمل المخيفة بتاعت روجر يوم واحد جاي مبلعك نوباك بسهولة جدا وما اسهل دلوقت ان انت تعمل نوباك اللي قدامك دلوقت بقى هو ايه هو معادش بتأثر ولا نوايو على الارض ولا ان يحصل له نوباك لما ايه لما يعمل سكيل تو انا كنت مستنى الموضوع ده جدا 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 بجد كويس جدا 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 عملوا التعديل المحترم دوا على روجر ده فعلا يعني ايه هيخلي روجر ترجع له هيبتو تاني روجر الاطاكر لان بصراح روجر الاطاكر يعني ما نقدرش ان احنا ننسى روجر الاطاكر برضو يعني في ناس لغاية دلوقتي وانا واحد منهم بيحب انه يلعب روجر الاطاكر بس ساعدك وانا كنت رميباش عنده ايه ما بقاش عنده فرصة انه يلعب بيه لان من ناحية الدفاعية غير قبل اللعب من ناحية الدفاعية بأكد انا من ناحية الدفاعية حرفين يشيل اي حد عادي يعني انا كنت نشرت الفيديو قريب يعني وضحت لكم قوة الهجمات بتاع روجر عاملة ازاي حرفين تمام طيب نيجي لي اللي بعدها اللي بعدها وانا تاكينجا ننمي هو الصفة كانت كده اللي هو لما انت تضرب يعني حد بالقدامك تمام وعمل بف الحاجة فانت ايه فانت يعني بتزاد الدمج تمام بنسبة ايه بنسبة 30 في البيه اه هنا بقى يعني بيشيل من اخر الطوري يعني ما بيشيل الطور يعني شانكس هيشيل الطور من شانكس هيشيل الطور من شانكس لما يعمل ايه مجرد ان هو يضربه يعني زي مين زي مين لما يضربك يشيل الطور زورو واعتقد اسوية مطو عندما يضربك يشيل الطور انما كينج لما انت تضربه و اعتقد برضو اللي هي اس اس نيك لما انت تضربه الطور يتشل فانت لما تضربه يتشل الطور احنا خلصنا لا لسا ما خلصنا كان زمان لما انت تضرب خصم الخصم اللي قدامك دولا اللي بتاعه سبعين في الماء اكتر انت ما عدش بتأثر بالاستجر لمدة ايه لمدة عشر سعوين ده كان بيساعدك بشكل كبير انت تقعد تضرب ضربات متتالية عشان تعرف ان انت ايه ان انت تهزم الخصم اللي قدامك دلوقتي العشر سعوين دولا مبقوا عشرين سنين وده فرق كبير جدا على فكرة يعني نسبة ميتين في المية او الضعف تمام طيب نيجي ليه اللي بعد كده ايه تاني اللي تعدل اللي تعدل حاجة جميلة اوي اللي هو زي التعديل اللي كان حصل لشانك سمرين زمان اللي هو بدل شانك سمرين لما كان بيجيب كلات قبل كده كان بيعمل بوف بنسبة عشرين في المية فخمس كلات عشان يعرف ان هو ايه عشان يعرف ان هو يعمل بوف كامل لنسبة مية في المية فبقت خمسة عشرين في المية هنا روجر نفس الكلام بس روجر بيجيب ايه بيعمل بوف الاتاك بالكامسة اللي بتاعته فكان بيعمل بوف الاتاك بتاعشرين في المية وعشرين في المية فوق عشرين في المية في المية لغلق وصل لمية في المية. دلوقتي العشرين في المية دي انبايت خمسة وعشرين في المية. وبنتي ا majesty蜭 مراد بدلاk بدقى دل خمس مرات بتاعمل؟ ايه تيجيب بنتاي؟ بف كامل التكوير يا ريت كده بس لأ. ده في تعديل كمان جامل جدا بيقول لك اللي بجد التعديل دة لأ هما فعلا كده روجر روجر هي مسح المتخر يا جماعة خلاص روجر هي مثلتم情 متى. انا اصلا كنت دايما بقول كده هرورها اللي تعدى اللي هي تعديل بس من ناحية الخصائص الدفاعية هيشيل المت هيمسح المت وبالفق وقد كان ده مش مجرد تعديل من ناحية الخصائص الدفاعية بس بس دي على فكرة خصائص الدفاعية وعجباني جدا ان هو ايه ان هو انت بتعمل بنسبة خمسين في المية من الدمج اللي انت بتأثر عليه على اللي قدامك تمام لغاية خمس تلاف يعني مثلا انت بتاعتك يعني طبعا هتعمل اكتر من كده يعني بس انا اعتبر هتعمل ست تلاف يعمل بنسبة ثلاث تلاف اه ده mana طب تامنا تلاف طب عشر تلاف خمس تلاف ايها طب اتناشر الف خمس تلاف ايها طب عشرين الف خمس تلاف ايها طب مية الف خمس تلاف ايها يبقى ايها ده حد الاقصى يبقى نص الدمج اللي انت بتأثر عليه بقم سرقت بيرجع لك بيتهيل بيه تمام? انما فيه الميت اللي هو ايه اللي هو خمسين في المية يعني عشرة تلف تبقى خمس تلف بعد كده خلاص هتفضل خمس تلف طيب دي جمدة جدا جدا طيب كان في خصية عنده قبل كده بتقول لك افتر نوكن جاوة تنيني مي ريديوس زي كول دون تعمل في سكيل وان باي ثيرتي برسنت يعني كوفر اتش بي باي ففتين برسنت يعني لو تنزم خصم اللي قدامك فانت بتعمل اه معلش بترجع سكيل وان بنسبة تلاتين في المية بالاضافة الى ان انت بتعمل او بتهيل بالنسبة خمسة شهر في المية الى خمسة شهر في المية هيل دي دي ان دلوقتي بقت تلاتين في المية وده برضو تعتبر يعني ايه تعتبر صفات افعية فبجد هم عدلوا تعديل محترم على الشخصية وبصوط من التعديل اللي هو ما اعملوه على الشخصية فعلا عملوا التعديل اللي هو استعب دي اتكلمت عنها ان هو دلوقتي بدل ما وجرد ان انت يعني ايه اللي استنى بس لما انت تعملو او يعني تشيلو منك ما تأثرش به بتعمل بفل الدفاع بنسبة سعبين في المدة عشر ثواني تمام فدلوقتي بقى اي ايه بقى اي تأثير انت بتقسع له وبتشيل اللي هو او اللي هي ايه اللي هي التأثيرات بتاعت الشلق يعني بس هو ده النقطة اللي هو ايه اللي هو بتكلم عنها طبعا انا مش هتكلم في المقطع بتالنهاردة الا عن روجر بس لان روجر هو اهم حاجة حرفيا انا حرفيا ما اا ما قرأتش اصلا التحديلات اللي حصلت على جيمبيوفي المارين لان اهمها حاجة هو روجر حرفيا بس الا دا عمل فيديو عن التعدلات اللي حصلت على جيمبي tempore وليوفي المارين اكتب بصراح الاشة حاجة روجر والتعديلات بجد عجباني يعني كل واحدة حاجة يكتب رأيو برضو في التعديلات اللي هو احسنها وانا متأكد ان الكل هيجمع ان الشخصية هتبقى او بي اكتر ما هي او بي واللي كان ناقص الشخصية ان هي هتبقى موجودة في المتها ديا تم التعديل عليها وهيتم التعديل عليها فخلاص يعني الشخصية بيت خلاص هتبقى او بي او بي يعني وبس هذا كان بالنسبة للمقطع بتاعنا النهاردة اه هتمنى كل صحيحاتكم المقطع لو استفدتم انتظر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله والسلام عليكم الله وبركاته